نرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ونرحب بخبرنا التحكمين المتميز دائماً كابتن ناصر عباس كابتن ناصر أهل السلام بحضرين أنا أهل السلام به كابتن عيمان تحياتي وتحياتي كل المشهيد في قناتنا للأهلي وتحياتي لكابتن شريف وكابتن علاء وكابتن أسامة وكابتن أهل كابتن عيمان سريعاً كده هنتكلم على أحمد جمال أحمد جمال حكم من بردك من الحكام السعادين كابتن شريف صغير في السن ونهارده طبعاً أدى أداء بشكل كويس وده اللي احنا كنا نتكلمنا فيه في الحلقة الفاتة احنا قلنا ندي الفرصة للحكام الصغيرة ونهارده أحمد جمال عامل مبرى كويسة وطاقم التحكيم بالكامل أعتقد قده مردود كويس بالنسبة للتحكيم طاقم التحكيم النهارده كان أحمد جمال وكان معه رمضان هنداء وتامر سامير ده كان آخر موسيم منه كابتن ميلان اللي هو المساعد رقم اتنين كان العتباني حاكم رابع وعندنا سيد شعبان وعمر عايد اللي اتنين كانوا على الورد سريع نروح لحالات وحالات مهمة جداً بس أهم حاجة عندي كتنقلة هي ركلة الجزاء دي أهم حاجة عندي حنوف عندها شوية خلينا نروح للحالة الأولى سريعاً كده ونشوف هنا هذه الحالة تمام تسلل عند الحاكم تامر سامير وتامر سامير هنا يعني بنقول إيه ده آخر موسيم لتامير كابتن علاء وأعتقد النهاردة أدى مباراة في شكل كويس نتمنى له طبعاً التوفيق بعد كده كمحاضر وهنا التسلل هنا طبعاً هو عمل الدليل وسبب اللعب يتواصل وعند كده رفع بالتسلل والقرار قرار صحيح الحالة بعد كده نشوف هنا أحمد جمالي متواجد دايماً في الحدث وبيجري يعني حاكم كويس صاعد وباعد ونشوف هنا المخالفة من اللاعب بس طيب السؤال هنا بقى أنا جايب اللاعب دات ليه اللقطة دي ليه كابتن شريف أنا مش جايب مخالف ولكن أنا جايب الحقق الدفاعي اللي هو موجود يا كابتن بلال ودي حاجة دايماً منول الحكام السؤال يا كابتن علاء يا أحمد يا جمال لو أنا النهاردة الحقق الدفاعي ده على خط موتقة الجزاء لو لعبت لي عمل بلوك بالإيد يا كابتن علاء أو كابتن أحمد هل أنت تقدر أنك أنت تحدد هل هي الإيد خارج الخط أو داخل الخط مخف ده لا صعب صعب مين هيدي القرار مين هيدي القرار هنا لما يكون الحكم مساعد هنا كابتن بلال واخد آخر تاني مدافع مش مع الحقد وهنا لو في مخالفة بالإيد مين هيدي القرار يا كابتن أسامة صعب صعب أنا بكلم على إيه الخط دوت هتبقى في حيرة هل هي جوه هل هي جوه بره فده اللي سنقوله خلي الحقد في جوه بيرضى يخارج بيرضى ده كان دول الحكامنا عشان ما تبقاش أنت في حيرة في احتساب المخالفة الحالة بعد كده نشوف اللعبة دي ونشوف هنا حالة من الحالات المهمة جدا جدا أحمد جمال قريب قوي قوي وعنده زاوية الرؤية الواضحة وهنا بياخد المخالفة احتساب المخالفة والقرار نشوف هنا هل في مخالفة ولا ما فيش وهل في بطاقة حمرة وهو ده اللغز النهاردة اللي هنتكلم فيه البطاقة الحمرة نشوف هنا اللقطة ديت اللي جاية هل في دفع من لعب هنا سيراميقة نشوف آخر لقطة معنا هنا كابتين هنا اللقطة اللي هي موضحة مبينة مقفولة عليها من حاكم المخالفة هنا كابتين بسأل سؤال هنا ايه هو الإهمال هرجع بس بعد إذنك هنقب بس هنقب بس هنقب بس بعد إذنك هحكي فيها ونروح للفار احنا دي امكان الحالة مهمة هو خد القرارة بحساب راكل الجزاء كابتين وهي راكل الجزاء صحيحة نتيجة الدفع تمام آخر لقطة مبينة هو الحصل ايه؟ احمد سايد غريب حط جسمه يا كابتين على حط جسمه تماما وبالتالي أنا كمدافع أنا فيه تنافس هنا خلي بالك مش مفيش تنافس فيه تنافس بس حططان أحمد سايد غريب جسمه في اللحظة دي كان الدفع كان موجود فالإهمال هنا موجود ولكن هنا الفار هنا تدخله يعني أنا بقول غير صحيحة ليه؟ هو هنا حسب راكل الجزاء وده بطاقة صفرة وده القرار الصح عشان الفار يجيبه يقول له دي بطاقة حمراء كابتن بلال لا طبعا دي مش بطاقة حمراء لأن هنا كان فيه تنافس التنافس هنا موجود من مدافع هنا هو هنا الفار هنا جاب له لقطة ديت على سنهو يقول له أحمس غريب منفرد تماما والدفع موجود وبالتالي فيها كارتة أحمر لا هنا يا سيد هنا فيش أحمر لأن هنا كان فيه تنافس اللعب كان عنده فرصة مساحة اللعب الموجودة تتيح لي أنه هو يروح يا كابتن بلال كون أن اللعب نادل لحط جسمه حصل الانتباع عنده نية التنافس إنما لو دفع بأيديه أو شد بأيديه أو دفع لقى فيها كارتة أحمر غالطة الحاكم برضو صحيح نعم غالطة الحاكم بربع عليك كتر علاق اللوت دي مهم جدا نخلي بالك اتحاد دولي باعت بها حالة حالة عشان عارف إنه وقت سريع رسمي قالك فيه فرق بأنك أنت فيه تنافس عنده نية لعب وفرق لعب زائب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلاما مع حضرتك مرة أخرى نراحب بكم والتاني عزيزي مشاهدين كابتن ناصر نكمل مع حضرتك هروح برضك لقى بديك إن أخدتها بسرعة كابتن بس نوضحها عشان البعض اللي السادسين مشاهدين يعرفوا إيه الفرق من الحمرة البضاء الحمرة لطاقة الصفر هنرجع تاني كده أستاذينك نرجع تاني للحالة بتاعة الفوار لطاقة الفوار نجيبها خلاص إحنا شوفنا هنا هنا الدفع موجود وإحنا كلنا عارفين إن هنا في دفع نتيجة الإيمان هرجع هنا الفوار كابتن هو جاب له إيه بس هقات لطاقة بس 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 هرجع تاني وراء بعد إذن حضرتك نرجع تاني كده وهقول لك نقف بس نقف هنا نقف لحظة التلامس من اللعب سلاميك ونقف نمشي شوية نمشي كمان كمان لحد ما يخش بس هو هنا البار جابه كابتن علاء عشان يقول له إن دي فرصة محقاقة تاني وإن دي ما فيش فيها صفرة دي فيها بطاقة حمر تمام فهو لما أحمد جامل راح اقتنع عندي فرصة محقاقة بس المخالفة هنا طبيعتها إيه دا المهم إحنا قلنا المخالفة كان هناك فرصة للعب المدافع على التنافس زي ما قلت هو اللعب اللعب خات ركلة الجزاء إنما اللعب المدافع كان عنده نية نية إنه هو يروح ويلعب ما كانش عنده نية إنه هو يدفع وبالتالي هنا أنا مش بطفق مع البطاقة الحمرة كان هنا البطاقة الصفرة هي كانت الأولى كان قرار صحيح لحمد جمال الحالة بعد كده نشوف هنا الهدف ده وأنا بحي فيه المساعد رقم واحد رمضان هندوي حكم المساعد من الحكام اللي عندهم خبرة جميلة جدا جدا وهنا نشوف هنا كمان الفوار لحظة التمرير وبالتالي هنا ما كانش فيه مخالف تتسلل أنا بس برجع لهنا للفوار وهنا تميز هنا التمركز كابتن التمركز هايل جدا من حكم رمضان هندوي وبالتالي هنا هدف اللي دي الأهلي هدف سليم بحي فيه الحكم المساعد المخاضرم هو رمضان هندوي تمام فيه حاجة تاني نشوف الحالة اللي بعد كده وهنا بنشوف اللي عبدالي كابتن هنا للأسف للأسف ما تعادتش كابتن المخرج حيارنا النهاردة اللعبة ديت المساعد رفع فيها تسلل رمضان هندوي لو نرجع كده ولكن هو سمح بالتمر اللعبة السؤال هنا هل هنا فيه مخالفة لمسة الكرة بالإيد هذه اللقطة اللي عندنا بس هي دي بس اللقطة ما فيش أي لقطة تانية اتعادت كابتن أحمد للأسف الشديد وأنا بقول هنا مفروض خلي بالك النتيجة 4-0 وكل حاجة بس ممكن يكون القرار ده كان قرار فعلا قرار مؤثر مش عارفين هل هنا فيه مخالفة ولا مفيش مخالفة فده الكلام نقوله ايه كان يجب ان الكرة تتعاد هنا مرة واثنين عشان خاطر نقدر نحن نحدد المخالفة من عدمها تمام كده لو في حالة تانية خلينا نمر تاني بنقول أحمد جمال كابتن علاء حكم صغير النهاردة اعتقد النهاردة قد أداء ومرضوط كويس جدا جدا لو ادينا فرصة كابتن بلاد ندي فرصة لماس وما نحاول نحن دايما مصررين على الدول 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 اللي طلع الحكام الصعادين ستجد حد كويس تقدر انك انت تبدأ بمسلم اللي جاي بالحكام الصغيرين الوعدين تاني نتمنى من خلال قناة الاهلي التوفيق للخبير الاجنبي لكل من يعمل لكل حكام مصر نفسنا نشوف حكم في كاس العالم طبعا من 22 في 26 إن شاء الله إن شاء الله بمشكرة كابتن نصر شكرا جزينا امتعتنا على مدار الموسيقى شكرا كابتن ربنا يخليك وبنتهي الفقرة التحكمية عزيزي مشهدين بنصر نهيت للسودي التحليلي لمبارات الأهلي وسيراميكا كيليبترا في ختام براية الدولة العام المصري الممتاز لكرة الخدم والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 4-0 كل التوفيق النادي الأهلي إن شاء الله في الموسم الجديد كل موسم وحضراتكم بخير بشكر نجومنا كبار لشرفون النهاردة كابتن شريف عبد منعم أمتعتنا يا كابتن ألف شكر بشكرك كابتن أيمن وموسم جديد بإذن الله أفضل بإذن الله كما عودنا نادي الأهلي ومؤسسه التي هي تلبية رغبات الجماهير بإذن الله بطولات نرجع لكل حاجة زالفل الحمد بإذن الله كابتن السامعر شكرا كابتن أمتعتنا شكرا أيمن شكرا لكم ونشكر جماهيرنا على مسندتهم رغم الظروف الصعبة اللي مر بها الأهل السامن ونشاء الله موسم قوي وموسم بطولات ونشاء الله الموسم الجديد بإذن الله بإذن الله كابتن علام شكرا كابتن أمتعتنا شكرا أعيما ونشاء الله الموسم القادم أفضل لنادي الأهلي وبشكر كل أسرة الأستوية التحليلي هنا في الفناط الأهلي موجود ومتصور الموسم ونشاء الله أتقابل على خير يا رب إن شاء الله كابتن أحمد بلاه شكرا يا كابتن أمتعتنا شكرا يا كابتن طبعا وسعيد أن أنا كنت متواجد الموسم اللي فاتت مع الكابتن الكبار وشرف لنا مع الكابتن الكبار في أي مكان الحمد لله كسبنا أفريقي هنا في المستوديو وكسبنا خمسة هنا في المستوديو كان هناك بعض الإلسالبيات أيضا. ولكن ليس أكثر من الأجابات. الحمد لله رب العالمين. نشكر طبعاً كل القائمين على العمل هنا في القناة. وإن شاء الله موسم اللي جاي بإذن الله. يبقى موسم حصد تاني للبطولات للنادي الأهلي. بإذن الله رب العالمين. طبعاً خالص الشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة. والشكر لكم أيضاً أعزائي مشاهدين على حصن المتابعة. وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. واستوديو تحليلي آخر لكم مني. أطيب المنى. وراك تحياتي.